السلام عليكم. هذه شجرة التوت بدأت بالإثمار في موسمها الخريفي. التوت عندنا في المنطقة الوسطى في مناطق الحارة يثمر مرتين في السنة. في المناطق الجنوبية أظن يثمر مرة واحدة في السنة. عندنا يثمر في آخر شهر تسعة ميلادي مع بداية شهر عشر اكتورغر ميلادي يبدأ في تجديد أوراقه. تكون أوراق محتركة. هذه لا يسقط أوراقه في الخريف يسقط أوراقه في عز الشتاء في شهر عشر واحد ميلادي. طبعا فترة اثماره ونضج ثمات قريبا شهرين. فهو سريع الاثمار وسريع النضج. الآن يبدأ يجدد أوراق كما نلاحظ. هذا بعد يجدد أوراق جديدة بدل الأوراق القديمة الصيفية. هذا في وقت الخريف. وبدأ يطرح ثمار. لكن الثمار شوي عالية. ما دلوا تشوفونه ولا لا. هذا الصغار طبعا هذا التوت بلدي. هذا التوت البلدي. انا طبعا اشتري من المشتر على انه توت كشميري عبيض. لكن بعض المشاكل يكون ما يعرف الله يهديهم من الانواع اللي عنده. آآ ان شاء الله ممكن طعم عليها هذه. انا ما احب التوت البلدي. ودي يسير عندي التوت كشميري احمره وبيضه وجامبه. نشوف لنا طريقي معه. هذا التوت حبيت نبهكم انه يثمر مرتين. هذي اول اول لقطتين. يثمر الحين. ويثمر من بداية شهر اثنين منتصف شهر اثنين شهر ثلاثين مرتين. بالربيع في بداية الربيع وفي بداية الخريف من نسمى مناطق الوسط. طبعا يحتاج عنايك فيه السماد العضوي فقط. ويحتاج لتقليم طبعا ما راح نقلمه فترة الخريف هذي ما تقلمه تخلي يثمر وينضج وضع هذا الثمار منه. والثمار الحقيقي اللي الكلام اللي هو في الربيع لكن في شهر اثناش خمسطعاش اثناش في نصف خمسطعاش اثناش نبدأ بتقليمه تقليم شبه جائر او جائر كيف كانت فقط قلمه جائر او شبه جائر. المهم انه يحتاج تقليم زي التين. تمنى لكم التوفيق بالنسبة للانواع اللي انا شوفه فيه توت كشميري احمر توت كشميري ابيض والتوت الجامبو والتوت البلدي والتوت الايراني فيه توت طايفي. هذي اشهر الانواع الموجودة في السعودية. شكرا.